السلام عليكم معكم محمد في هذا الفيديو الجديد هذا الفيديو اخواني مهم جدا لكل مربط يور وخصوصا طيور الكناري في هذه الفترة بالذات وهي فترة الانتاج منهم في هذا الفيديو سنتطرق لكل ما وجب علينا تفاديه في فترة الحضن على البيض وكذلك بعد فقسها حتى نضمن نجاح الانتاج والحفاظ على صحة الانثى على حد سواء سأخصص هذا الفيديو لأشارككم كلما أقوم بتفادي تقديمه للانثى مباشرة بعد وضعها لأولى البيض إلى أن تفقس وحتى لا أنسى لمن أرد التواصل معي هناك حساب انستغرام خاص بالقناة سأترك لكم الرابط في الوصف وكذلك من كان لديه أي تساؤل هناك ثلاث مجموعة واتساب خاصة بالقناة لمن أراد طرح أسئلته هناك هناك مجموعة من الإخوة يقومون بالإجابة على كل أسئلتكم روابط سواء حساب الانستغرام أو مجموعة الواتساب ستجدونها في الوصف والآن نبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة وضع البيض عند أنثى الكناري إخواني عندما تتمم الأنثى وضع كل بيوضها مباشرة نقوم بتوقيف إعطاء البيض لها وهذا لتفادي أضرار البيض في هذه الفترة بالدات وهي فترة الحضن على البيض فبإعطائك للبيض لهذه الأنثى وهي حاضنة فأنت تسبب بصفة مباشرة بإصابة هذه الأنثى بالتشحم ومن منا لا يعرف أضرار التشحم على الإنتاج وعلى صحة الطيور لذا إخواني وكتذكير البيض ممنوع في فترة الحضن على البيض عند الأنثى وثاني شيء وجب عليك أخذه بعين الاعتبار فإذا لاحظت أن الذكر يلاحق الأنثى ليتزاوج معها وهي ترفضها أو أنه يصعد فوق العش ويحاول ضرب الأنثى أو تخريب العش فعليك عزله عنها مباشرة ويمكنك إعادته بعد خروج الفراخ وكذلك وجب مراقبته إذا رأيته مستمر في تصرفاته إعزله عنها إلى أن تفطم الفراخ وأعذه لها حتى تستطيع الإنتاج مجددا والآن ننتقل مباشرة إلى مرحلة خروج الفراخ وبمجرد خروجها نقدم ربع بيضة يوميا للطيور حتى تستطيع إطعام صغارها ومن ثم نحافظه على سلامة الصغار يمكنك وضع الباط كذلك إذا توفرت عندك لكن إذا لم تتوفر فربع بيضة كافي يوميا لهم يمكنك تقديم ربع تفاحة كل يومين إلى ثلاثة فهي جيدة لترطيب وتليين أمع الطيور لتفادي مشكلة الإمساك عندهم وكل ما عليك تجنبه وأسطر عليه بأسطر عريضة ألا وهو الخاص فعليك تجنب تقديم الخاص في فترة خروج الفراخ فهو يؤذي إلى إصابة الفراخ بالإسهال لذا تجنب الأمر إلى أن يصل عمر الفراخ إلى تمانية أيام على الأقل ومن ثم يمكنك المزامنة بين الخاص والتفاح شريطة أن لا تقدمهم في نفس اليوم مرة تقدم الخاص والمرة تقدم الثفاح وبعد وصول الفراخ إلى اليوم الخامس عشر من عمرهم يمكنك إنقاص كمية البيت تدريجيا إلى ربع بيضة كل يومين ونداوم كذلك على تقديم التفاح والخاص لهم نقدم سواء ربع تفاحة أو ورقة خاص شريطة أن لا نزامن بينهم كما ذكرت في السابق لا نقدم الخاص والتفاح في نفس اليوم ننتظر حتى مرور ثلاث أيام من ثم نضع ربع تفاحة وبعد مرور ثلاث أيام أخرى نقدم ورقة خاص وهكذا ذوالي هذا كل ما عليك معرفته بعجالة سأتطرق لكل أمر على حذاب التفاصيل المملة في قادمة الفيديوهات إن شاء الله وكتذكير لمن أرد التواصل معي هناك حساب انستغرام سأترك لكم الرابط في الوصف وكذلك من كان لديه أي تساؤل هناك ثلاث مجموعة واتساب خاصة بالقناة سأترك لكم أيضا كل الروابط في الوصف إخواني الكرام كان هذا كل ما في فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدت ولو واحدا منكم هذا يعني للكثير لا تنسوا الضغط على زر لايك الاشتراك في القناة تفئيز زر الجرس كان معكم أخوكم محمد إخواني ودعا